هاي زيكو عمين ايه اه في الفيديو ده هنتعلم فيني عامل مفرش مدور بطريقة التابستري بقى انا عشتغل بحاجتين اول حاجة الدايرة اه والمفرش يعني هامل المفرش مدور او فكرة الدايرة عمتا وهدخل الالوان في بعض اللي هي التابستري وهنعمل الرسمة دي بس تغيير الالوان بس عن الالوان اللي معايا هتبقى اللون البني للجزء اللي جوا وبعدين اللون الكاشمير او اللون البنك اللي هو المكان الاصفر اللي هنا واللون الاحمر الاغمع منه شوية هيبقى مكان اللون الاخدر اللي هنا واخر دول اللي هو باللون البني هيبقى عندي باللون الابيض هيبقى رسميتها زي دي كده بالزبط بس انا غيرت اللونين دول بدل ما هو اصفر واخدر هيبقى اللون اللي هو البنك او الكاشمير واللون النباتي. اول حاجة هستخدم اللوني البنية انا هعمل عقدة البداية. دايرة سحرية زي دي كده. لو انا مش عايزة اعمل اه لو ما انا مش عارفة اعمل الدايرة السحرية فانا ممكن اعمل عقدة البداية عادي خالص واشتغل سلسلة واحدة وبعدين تلاية ارتفاع يعني اربع سلاسل وهشتغل في السلسلة الاولانية. لو انا بعرف اشتغل الدايرة السحرية خلاص ما فيش مشكلة. في بعض البطرونات اللي بتبقى بالطريقة دي ما بيبقاش محدد لي فين الارتفاع. بيبقى كل وزي بعضه. فانا بحدد لي غرزة كون طلعة بشكل مستقيم زي اللي في النص دي كده بالزبط. دي انا اطلع مكانها الارتفاع وهحسب الارتفاع ده من ضمن العمدان. اول حاجة انا اطلع تلاية ارتفاع واحد اتنين تلاتة. وبعدين هعدة انا عندي كام عمود بس اخلي بالي ان في عمود منهم انا حطى مكان ارتفاع. يعني عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة اشر احتاشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر. خمستاشر يبقى هم خمستاشر وستاشر بالارتفاع. هعمل خمستاشر عمود جوا الدايرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تلاتة اشر اربعتاشر خمستاشر هعدون كويس عشان اتاكد قبل مقفل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة اخداشر اتناشر تلاتاشر بعتاشر خمستاشر ستاشر. اشد الفتلة دي كده كويس مش اتدهاش جامد علشان بكواص مني هيادوب بس مجرد ما تتقفل. وبعدين هقفل بمن مضالقة في السلسلة الاولى في الارتفاع. هطلع مكانها ارتفاع والارتفاع بيتحسب من ضمنهم. وبعدين ده خلاص عملتو العمود ده عملتو ارتفاع. هشتغل عمودين وعمود. عمودين وعمود. اخلي بالي كويس قوي من التكنيك بتاعي الشغل اللي انا مشيه لان هيتبني على اساسه وبقيت الرسمة من فوق. هلاقيها بدأت تتقوص شوية ما فيش مشكلة هي هتريح معي في الدور اللي بعد كده. هو عشان بس فيه دور ناقص اللي هو المفروب دور خمستاشر يبقى فيه دور فيه تلاتين ان انا في كل غرزة بحط اتنين بس هي هتصبط معي بالدوري قادي. هه التور الي بعده هاطلع الارتفاع وهامل تزايد والمفروب واثنين عمود جنب بعض اطلع الارتفاع اول غرزة تزايد هحط في المكان ده عمودين وبعدين عمودين وربعض في كل سلسلة عمود يبقى انا هعمل واحد اتنين واحد واحد اتنين لحد اخر الدور انا كده خلصت الدور اللي هما باللون البني التلاتة دور اللي بالبني هبدأ اشتغل باللونين التانين اللي هو الاحمر والكشمير او البنك على حسب الدرجتين اللي انا عايزهم ممكن نشتغل بالدرجات اللي في الباترون ممكن اشتغل درجات الدرجات الازرق او درجات الورنج اي درجتين انت عايزهم اشتغلي بيهم الاساسي بتاعي الابيض اللي في الاخر واللون البني لفنوس طيب اول حاجة انا هطلع الارتفاع باللون الاحمر اللي هو اللون الغامق هطلع الارتفاع ما كانت ما قفلت في الارتفاع الناحية دي واحد اتنين والتالتة هاخدها باللون ده طمام طيب بعدين هشتغل تلات عمدين لجنب بعضها هعمل فيهم تزايد يعني تلات ثلاثل من تحت اللي هما دول ده هيبقى في تزايد واللي بعدها هابدل فيه اللون وبعدين هعمل عمود لوحده واخد اللون اللي بعده هشتغل تلات غرز من تحت هعمل فيهم تزايد باجمال العمدان اللي هيا باللون البنك اللي ما بين الاحمر والاحمر هم معددهم ستة كده اتنين اربعة ستة وفي السادس هبدأ اغير اللون علشان الشغل بتاع التابستري يبقى سهل على عدية اخلي لون رايح في اتجاه ولون في اتجاه تاني عشان اعرف اشتغل هابدل ماشي بنفس الطريقة دي كده بتاعت ان كل سلسلة او كل تلات سلاسل من تحت او كل تلات عمدان من تحت هعمل تزايد واحد اتنين ثلاثة باجمال ستة عمدان وبعدين هعمل دور او سريع حامل عمود باللون الاحمر ما بينهم انا كده خلصت الدور دوت هشتغل في الدور اللي بعده وبرده هطلع تلاتة ارتفاع واحد اتنين والتالت انا هاخده باللون الجديد وبعدين هعمل اول غرزة هنا عندي تزايد واخر غرزة تزايد وفي النص عمدان من هنا تزايد وفي النص عمدان واحد اتنين تلاتة اربعة وتزايد وعمود واحد بس احمر في النص تاني اول غرزة تزايد تاني اول غرزة تزايد وبعدين عمود التاني تالت الرابع وبعدين تزايد عمود احمر في النص وبعدين بكمل باقي الدور بنفس الطريقة دي في الستة لتحت اول عمود بعمل تزايد وبعدين اربع عمدان وبعدين بعمل تزايد تاني الدور اللي بعتها يبقى بنفس الطريقة دي بالزبط برضو هطلع التلاتة الارتفاع هعمل اتنين واحد اتنين والتالتة هاخدها هنا واول غرزة هاخدها تزايد وعمشي عمدان في النص واخر عمود او اخر سلسلة من ناحيتي انا هعمل فيها تزايد وعمل بطلة اللون وهعمل عمود احمر بس هو شبه اللي تحت بالزبط مفوش اي حاجة جديدة فى كل غرزة مني هنشتغل عمود واول واحدة تزايد واخر واحدة تزايد وعمود واحد بس احمر انا كده وصلت للدور yeni بعده اللى بعده ناطلع تلاتة الارتفاع وبعدين هشتغل عمودين بنفس اللون الاحمر وفى نفس المكان بتاع العمود الاخرين هشتغل تزايد وهمشي عمدان لحد الأخر وبعدين هشتغل عمود باللون الاصفر وبعدين عمود باللون الاخدر sorry الأحمر والبنك في نفس المكان. انا دلوقتي طلعت عمود هشتغل عمودين كمان بعديه. ده واحد. اتنين وفي اخر عمود انا هشتغل تاني في نفس المكان عشان يعمل لي تزايد. وبعدين هشتغل عندان. هفضل ماشي عندان لحد الاخر من غير ما زود من غير ما نقص حاجة في النص. هاجة عند الغرزة الاخرانية. من حياة دي. هعمل عمود لونه بينك واحد لونه احمر تاني في نفس المكان عشان يعمل لي تزايد. وبعدين اشتغل عمود. من حياة دي. عمود. وبعدين واحد تاني عشان يكون ثلاثة عمودين جنب ببعض. هكرر نفس الطريقة دي كده لحد اخر الدور. هشتغل انا كده مفروض في الدور ده. من حياة دي. انا عملت التزايد وبعدين همشي لحد الاخر. هعمل عمودين. وفي اخر عمود هشتغل في الارتفاع بجان. يبقى انا عندي مجمل الدور كله على بعضه. في اه العمدان البنك دي. واحد اتنين تاديتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة واربعة عمدان لونهم احمر. الدور اللي بعد كده انا هشتغل في الارتفاع. هيبقى باللون الاحمر واحد اتنين تاديتة. هشتغل عمود جنبه. واخر غرزة هشتغل فيه عمودين. يبقى انا التزايد عندي هيبقى عند اللون الاحمر. اول عمود اتنين وبعدين اتنين في النص واخر واحد هعمل فيه تزايد. هشتغل اللون البنك الاخر من غير ما زوده من غير ما نقص. هشتغل عند اول عمود هعمل تزايد. وبعدين هامشي عندان لهم العمودين اللي في النص واخر واحد هعمل فيه تزايد وبعدين هامشي العمودين اللي في النص البتاعة البنكت دي هايدي خارص. انا الدور هبدأ بقى هدخل اللون الابيض. اول حاجة الدور ده ما فوشتها زايد خالص. انا هطلع تلايتة باللون الاحمر. واحد اتنين تلايتة. وبعدين هشتغل وراها تلات عمدان. واحد اتنين تلايتة. هدخل اللون الابيض هعمل بها عمودين. واحد اتنين. وبعدين هغير اللون هعمل اللون البنك. طبعا الالوان اللي انا مش عايزها انا بدخلها جوه بالشغل. بعد العمودين هعمل اربعة باللون البنك. واحد اتنين تلايتة اربعة وبعدين اتنين ابيض. واحد اتنين. وبعدين هتكمل الباقي التاعي اللي هم واحد اتنين تلايتة اربعة خمسة ستة سبعة باللون الاحمر. هفضل ماشي بالطريقة دي كده لحد اخر الدور. الشمس طلعت ودخلت لنا خلاص. طيب اول حاجة انا خلصت خلاصة الدور اللي تحت. الدور اللي بعده اول حاجة هابتأ فيها باللون اللي هو الاحمر اللي معايا من هنا. انا في الدور ده هطلع ارتفاع وهعمل تلاتة عمدان باللون الاحمر. اللون الابيض هعمل تزايد عمود تزايد. وبعدين اتنين باللون البنك وهقرر نفس اللي انا عملتوا دقاتين. اول حاجة هطلع باللون الاحمر اللي ارتفاع. واحد اتنين تلاتة وبعدين هشتغل واحد اتنين تلاتة باللون الاحمر. واحد اتنين اتنين تلاتة باللون الابيض هامل عمودين تزايد. عمود تزايد الثاني. اعمل عمودين باللون الابيك. واحد اتنين وبعدين هتقرر نفس اللي انا عملتوا دا تاني. اول برزة هعمل فيها تزايد. وبعدين عمود. تزايد تاني. باللون الاحمر هعمل فوق كل عمود عمود. مش هزاود حاجة تاني. الزيادة عندي في الدور ده هتبقى في اللون الابيض. هفضل ماشي كده لحد اخر الدور. طب انا كده خلاص اطعت اللون الفينك انا مش هحتاجه تاني فما ممكن هشيله من هنا. الدور اللي بعد كده انا هشتغل اه واحد ارتفاع اللي هي الارتفاع ده يعتبر عمود. وفيه عمودين جنبها. انا همشي باللون الابيض بس. في عمودين جنبه. الاتنين. اللي هو الصف ده. وبعدين هشتغل بالابيض لحد الاخر بس اول غرزة هتبقى تزايد واخر غرزة تزايد والا في النص هيبضلوا زي ما هم من غير تزايد ولا تنفس. هعمل اول غرزة فيها تزايد. وبعدين همشي عمودان لحد الاخر. اخر غرزة اللي هي هتبقى على العمود الاحمر من هنا. هشتغل فيها تزايد. هاجا عنده الاحمر هعمل خمسة همشي عمودان. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. هبدل للون الابيض واول غرزة تزايد واخر غرزة تزايد. هفضل مشي كده لحد اخر الدور. انا خلصت الدور ده فاضل لي دورين. اول دور اللي انا هشتغل فيه هنا اه اطلال ارتفاع واشتغل عمود واحد. ونفس الطريقة اللي تحت برضو. اول عمودان هيبقى لونهم الابيض. وهكمل للاخر واخر غرزتين فيهم. اه اخر غرزة فيها اه عمودان. هفضل مشي كده فوق الخمسة اللي انا عملتهم من الناحية دي. هي التلاتة اللي في النص هشتغل عليهم تلات عمدان. وفي الاخر هجب. هنشوفين هنا. اطلع واحد ارتفاع. واحد اتنين تلاتة. وهشتغل جنبها عمود واحد. هبدل اللون واول غرزة. هعملها تزايد. واحد ارتفاع حتى اخر الدور من غير مزاوب من غير مرقص. كل سلسلة عمود. اخر سلسلة اللي هي تبقى اول عمود في الاحمر هعمل فيها تزايد. وبعدين هبدل اللون. هعمل تلات عمدان في النص. واحد. اتنين. تلاتة. وبعدين. هعمل في الغرزة الاولانية دي تزايد. وهكمل بنفس الطريقة دي كده حتى اخر الدور. انا كده وصلت للدور الاخير. هطلع الدور ده الارتفاع. باللون الاحمر. مش هعمله كامل. السلسلة التالتة بتاعته هاخدها باللون الابيض. الدور ده ما فيهوش تزايد خالص. انا هفضل مشي بالابيض كله. هاجي عند النص السلسلة اللي في النص اللي هنا هعملها باللون الاحمر. ده اخر الدور معي. لو انت عايزة تعملي دور كمان باللون الابيض عشان تقفلي به الدائرة ما فيش مشكلة. لكن هو ده كده اخر الدور عندي مفروش تزايد خالص. عشان لو فيه اي ورورة زي لانا شايفاها دي كده تبدأ اليد دي تبدأ تروح بالدور السابت اللي انا هشتغل فيه ده. ترجمة نانسي قنقر هاجي عند العمود اللي في النص باللون الاحمر بين الثلاثة اللي تحت. هعمل فوقيه عمود واحد. وبعد نرجع غير اللون. وهفضل ماشي بالطريقة دي كده لحد اخر الدور. وكده يكون المفروش اتمنى اكونوا استفعتوا من الفيديو واسترموني في الفيديو الجاية. ترجمة نانسي قنقر